في عندنا شغلي ترى احنا ترى بعدنا مسلمين يعني في عندنا شغلي اسمها باب اسمه باب إبراء الذمة اسمعني اه حلو والله او سمحت اه تفضل هذا إبراء الذمة يا سيدي انا سأسأل عنه امام الله مش امام الشعب امام الله انه انت يا جعفر وافقت على مثل هذا انا لما وافقت على هذا وانا رفعت يدي بالرفض وقلت ان هذا منكرا لارضا به انا ببرد ذمتي وذمتي الانتخابي وذمتي الشعب الاردني اللي انا بمثله امام الله عز وجل وما بهمني رضي عني فلان ام غضب عني فلان نصل الى هذه المرحلة سواء روح الوزير ظل الوزير قاعد راحت الحكومة جد الحكومة طلع عبيدي ما طلع عبيدي انا بطلع عبيدي اللي انا بحكيه وبطلع على لساني انا لست قيما على اقلامهم ولست قيما على قلوبهم وما يفعلوه هذا انا رأيي في هذا الموضوع سواء قدرنا انه نخرجهم او ما قدرنا انه نخرجهم اسمعني سيدي مجلس النواب سيدي هو سيد نفسه في هذا الموضوع بالذات نعم طبقنا النظام الداخلي ولكن الضرورة كانت تلزم مادام صارت هذه الجلبة وصار هذا النقاش وصار هذا الامر والحكومة حط رجل على رجل وبتستنى عدم الاخذ بالردود هذا الكلام احنا ما بنقبله مادام وصلنا الى مرحلة انه النواب احتجوا وخرجوا النواب هذورة كمان وجوه ربحهم ترى لا تفكر النواب اجوه كمان هيك هذورة النواب مثلوا كل الشعب الاردني مادام خرجوا اعمل يحساب لهؤلاء اعمل لهم يحساب وقمهم تعالوا ياعم تعالوا ارفع يرفع ايده رئيس الوزر يرفع ايده ناطق الاعلامي يرفع ايده وزير المياه يرفع ايده اي واحد بالحكومة القانونية ارفع ايده قالوا تعال خلاص صارف لكم ياعم خلص بدون هالسلاثة هي كلياتها ولذلك لما تكلم خير اسمعلي لما تكلم خير وقال انه المجلس سيد نفسه والان مدام صار هيك خلينا نستعجل هذا الموضوع ويلا احنا منقبل لو قالوا خلينا بكرة احنا منقبل لكن سنة تشاور مع الحكومة كمان 14 يوم هاضر حكي ما ازبط معه طب يعني انا انا بدي اقول لك هذا هذا حدث ضغط عنه هذا الحدث يعني النتيجة ستكون زي حملة غاز العدو احتلال وانتو والشارع رح يحتاج ويزعل ويروح يحاول انه مثلا يحجب الثقة عن الحكومة ويحجب الثقة عن وزير النتيجة عطوفة الاخ مش عطوفة العطوفة التعيني يا رجل مش عطوفة انا جعفر اسمي جعفر ايوه جعفر سعادة النعب الله يسعد الامور تقاس بخواتيمها اه اوكي رئيس مجلس النواب لو كنت انت محل رئيس مجلس النواب يمكن كنت تتصرف بطريقة عشد مما تصرف انا لست متقدا لرئيس المجلس لا لا انت بقول انه كان لا 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 انت قل ابدا لا 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 ابدا نسي لا يا اخي انت قلت انت قلت اه كان لازم انه عندما شافنا انه احنا بدنا وقال جعد لابو صعيليك انه تعال خلينا اذا بنقول اليوم او بكرة او كده اشتركوا في القناة